تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب انطلق صباح اليوم مؤتمر الشبكة الدولية لهيئة ضمان الجودة في التعليم العالي بحضور نخبة من المتخصصين في هذا المجال حيث تم استعراض مجموعة من التجارب الدولية الخاصة بضمان جودة التعليم العالي الزميل خاولي لغرينيس والتفاصيل قضايا متنوعة وبحوث علمية متميزة طرحت اليوم في مؤتمر الشبكة الدولية لهيئة ضمان الجودة في التعليم العالي الذي تستضيفه المملكة على مدار يومين عندنا أكثر من 300 مشارك من يمثلون 56 دولة على مستوى دول العالم على مختلف المستويات من خبراء من أكاديميين من معنيين بالتعليم العالي فمثل هذه التواجد في مملكة البحرين يشرفنا طبعا استضافته وفي نفس الوقت بيكون فرصة لجميع اللي في المنطقة وليس فقط المعنيين في البحرين بأنهم يتخاطبون مع الخبراء الموجودين معرفة تجاربهم الاستفادة منها بحيث أننا نطور التعليم وطبعا هذا الهدف اللي تسعى لكل الدول الآن كيف نطور التعليم بحيث أننا نعد الأجيال القادمة للمستقبل ويكونون مؤهلين وفي نفس الوقت نقلص وإذا قدرنا أننا نمحي الفجوة ما بين مخرجات التعليم وما بين متطلبات سوق العمل هذا المؤتمر يستعرض العديد من التجارب الناجحة في مختلف دول العالم والمتعلقة بضمان جودة التعليم والارتقاء به في الوطن العربي التعليم في الجامعات العربية وخاصة في هذه الظروف يمر في أزمة كبيرة فلذلك مثل هذا المؤتمر سوف يعالج بعض هذه المشاكل الهامة ومنها المقدرة في جامعاتنا العربية على توصيل المعلومة لطلابنا وكيف على الطالب الخريج من الجامعات العربية أن يقابل الوظائف ووظائف العمل في المستقبل في الدول العربية هذا يحتاج إلى جهد مشترك من الجامعات العربية ومن مؤسسات ومن الوزارات ومن الحكومات ككل فلذلك نتعاون مع الاتحاد الضمان الجود الدولي في هذا المجال حتى نستفيد من الغير زادت مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة والكل يقول أنا برامجي متميزة وبرامجي رائدة لكن إحنا ما نشك بهذا بس أصبح الفاصل في هالك عمليات كلها هو تقييم جودة هالبرامج ومجال الاعتماد الأكاديمي فهذول المقياسين اللي متفقين عليهم لقياس جودة التعليم وضمان مخرجات مؤسسات التعليم العالي فالمؤتمر لأهمية بالقة من هذا المنظور يجمع مؤسسات أهيئات اعتماد عالمية نتناقش في الخبرات المتبادلة في هذا الموضوع كله بهدف وهو هدف واحد وهو ضمان جودة تعليم هذه البرامج وضمان جودة مخرجاتها للتعليم الخليجي مساحة في المؤتمر يتم خلالها الإطلاع على التطورات والتحديات التي تواجهها المنطقة والطرق المثلة للارتقاء بالتعليم من مختلف نواحي حوار كان اليوم تم حوار حول دور الجودة في قطاع التعليم العالي خاصة مع متغيرات هذا القطاع اليوم احنا شفنا إضافة كبيرة من ناحية التعليم الإلكتروني شفنا أيضا دور أكبر للقطاع الخاص ومن ثم هناك توقعات أكثر من منظمات الجودة العالمية للتعليم العالي مشاركة اليوم مثل فيها دولة الإمارات العربية المتحدة مثل ما تعرفين نحن عندنا في الإمارات تقريبا ثلثي طلابنا في جامعات خاصة ولذلك الدور على منظمات الجودة أصبح أكبر والتعاون جدا مطلوب فاليوم نحن نتواصل مع الإخصائيين في هذا المجال نتعاون مع أخواننا أيضا في دول مجلس التعاون مستقبل التعليم في العالم وتجويد مخرجاته لخوض قمار سوق العمل كان أحد أهم المحاور التي ركز عليها المؤتمر وذلك من خلال طرح المواضيع المتنوعة خلال ورش العمل التي تضمنها المؤتمر فوز مملكة البحرين باستضافة هذا المؤتمر يؤكد على أهمية الإنجازات التي حققتها في مجال تطوير التعليم خصوصا وأن هذا المؤتمر يعد من أهم المؤتمرات الدولية في مجال ضمان جودة التعليم العالي خولة لجراينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين